عقد اجتماع مجلس الوزراء وكان في الاستهلال تهنئة للعراقيين في اليوم الوطني وكان هناك أيضا حديث لسيد رئيس مجلس الوزراء عن آمال العراقيين في أن تقوم القوى السياسية بواجبها إزاءهم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة أيضا كان هناك مناقشة ونحن في أبواب تفتتح للطلبة في الجامعات كان هناك نقاش عن خطة القبول هذه الحكومة شكلت لجنة خاصة لمناقشة خطة القبول والتخصصات وحاجة العراق لهذه التخصصات أو تلك وخلصت اللجنة إلى توصيات ونوقشت وكان هناك اقتراح في أن تعرض على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تنضج أكثر وتقدم إلى مجلس الوزراء مرة أخرى أيضا كان هناك مناقشة لقرار يتعلق بتأجيل استفاء الرسوم القمرقية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي وخلص المجلس إلى أن يوافق خاصة في المواد العسكرية غير المعفاة أخيرا كان هناك موضوع لوزارة الخارجية يتعلق بفتح قنصلية لدولة قطر في أربيل وقد صوت مجلس الوزراء هذا اليوم على فتح هذه القنصلية في أربيل